شيخنا الحبيب سائل كريم يسأل عن ذكر الله سبحانه وتعالى أن شيخا يقول شيخ ذكر لي أنني لو قلت في كل يوم قبل أن أنام اللطيف 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 1500 مرة في اليوم فإن رزقي سيكون أكبر وأكثر وما إلى آخر ذلك فهل هذا وارد في السناة أم لا الحمد لله أنه قصر لي في السؤال أنه قال وارد أم لا عشان الله أنت بحر في أمور أخرى بها مسألة التمرس في الذكر نعم يعني بعد الحمد لله وصلاة الله وصلاة الله ورسول الله أقول الآن اللطيف اللطيف اسم من أسماء الله جلال فعلا معناها طبعا نحن نقول أرقى أرقى التعبد للعبدي أن يتعرف على الله بأسماء الحسنة وصفات العرب يعني عارف حضرتك وهو بيخلق نحن يعني في رمضان نعم وهي عبادة من أجل الأبدات أفضل ما فيها التدبر في القرآن تعرف حضرتك خواتيم كل آية فيها اسم أو يرى فيها اسما أو اسمين من أسماء الله جلال فعلا لو تعلم كيف تعبد بها سيرقى جدا عند رب اللطيف هو الذي أخفى الأشياء في أضادها سبحان الله جعل المنح محاضنها المحن نعم جعل الضيق هو الطريق الرحب الذي يصل إلى أوسع ما يكون للإنسان حقيقة وجعل البلاء والرزاة للرفع والتمكين لأن يمكن مرة حتى يبتل نعم فهو اللطيف اسم اسم الله يتعبد بالمر لكن عندما أنت الآن تأتي فتخصص وتقول وقبل أن تنام تقول 1500 مرة أو 2000 مرة هذا سمحني هذا شغل مطوحة نعم شغل مطوحة أو دوراج يعني يضيع الدين هذا اللي بيحدث وهو شغل الراجل اللي بيقول دي ثقافة سلفية هو اللي بيقول وهو اللي قال لازم تاخد إذن بالذكرى مني قبل ما تضط يعني شوف حضرتك هو جاهل جاهل المركب وكمان مع جاهله بيلعب أكروبات يعني والله يعني هو جاهل ومع جهالته في هذا الباب يعني 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 نفسه كسفيه ليضحك عليه الآخرون حقيقة ورب لا يزن يعني مع جاهله المركب لأنه أصلا راجل نتكلم على البداية الحصول دعا سياء بجاهل المركب فالرجل أصلا ما عندوش آلة العلم في هذا الباب والمشكلة الكبيرة بقى أنه يأتي إلى جبال حصاب وهيقول في العلم اللي عندهم وتم أنتم أنت أصلا هو يعني أنت أيها السفيئ أنت جاهل كيف هتقيم عالم عمد أن صراحة عندما تقول لطيفة 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 قل لي بالله عليك أصلا وانت شايفه لازم يشتغل الشغل هذا وهيروح ويجي بقى كده يعني يقع ويقول ألفانا الآن سيبه بقى سرحان لأنه مع الغال هذا وقصم هيموت هيموت هالله هيلبسه مئة جن دعا هو أصلا جن يعني يقض في ألستان وهنتفد وهيقوم مالك في ايه أنا لا رايحش في النبي دي وقت أنا عايشين مع مجانين ناس ما عندهمش أصلا لا أصول علمية ولا حتى في الفطرة المركوزة في النفوس تقبل التخريفة التي يقولونها فالحاصل الحق أن هذا مبتدع دول فالدلك دي بدعا وهي أنا أقول له عشان يتعلم يعني إيش بدعا أو كيف بدعا شوف أول سلف يدول هو الوهابية بدعا 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 أنا أقول لك تعالى أنا وأنت على أرض صلبة الأصل في الأبدات والتشريع توقيفي ولا المسألة على الهوى والذوق التوقف طبعا التوقيف والتشريع وقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يقدم به الله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالم وإن أرد محرن نعطيه لكن هو ما بعرفش يسبح حتى أرامنا ما بعرفش يقف صدقنا على الرمال يعرف يقف فلذلك عنا نسيبه كده يقف حيران لو عنده شيء نحن موجودين والسحة موجودة ونحن نقول له تعالى حقا بحيث أنه يتعلم يعني نريد هدايته ما نريد والله إلا ذلك فحقيقة الأمر هي هذه بدعة ضلالة يعني هذا كأنه شوف اللوازم هو لا يلتزم بها لكن شوف هو الآن نازع الله في الربوبية لأنه شرع للناس ذكرا لم يشرعه الله جل في علام وعددا لم يشرعه الله جل في علام أما في العدد والكلام فيه فقهيا أنا ممكن أفصلها أصوليا لكن مثله لا يحتمل التفصيل العلمي لكن أبين له أنه الآن أنت ستتقول الله جل في علامة فعلها وأنت أعطيت عددا مخصوصا في هذا الباب يعني من أين أتيت بهذا؟ أليس هذا من التعبد؟ أليس هذا من التوقيف في هذا الباب؟ أعرف لما يجي تكلم يقولك والمنطق قال يعني الرجل جايب شوكه من اليونان لا يقول قال الله لا يستطيع هؤلاء القوم أعيتهم الآثار لا يستطيع والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتونيم العلم الأسبق لخلاف السفاتة بين الرسول وبين قول الفقه العلم حدثنا أنبقنا أخبارنا وإلا فخلنا وبقل ما عنده علم أصلا والفلسفة لن تفيده والمنطق اللي يقول به ذاهب ويجيء ما تفيده فعند يقول له الآن أنت تنازع لا في ربه بيه أنت تتهم النبي أنه من المبين يعني بكل لطيف هذا ويبقى فيه بقى معيش الأيام كما قلت حالك هو أقل رزقه وهذا صح كده؟ يبقى النبي حرمنا من هذا لما نام يبين النبي صلى الله عليه وسلم حرمنا مع أنه أصلا النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الأمة بالأمة جاء في سنة مهال في ويزيد يعني الله يرضى عنك وفي القرآن يقول استغفره الله يرضى عنك الله يرضى عنك والمسألة أنا أقول له أنت اختصاصت اسما معينا نعم وعطيت له عددا معينا البدع عندك في هذا عشان ما تلبس عن السلول لا 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 مش قاله وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات فنقول له هم تلعب ما تعرفش علينا يعني أصلا أيضا نفى ملكة لا تستطيع أن تدور وتحور معنا فالحاصل أنت خصصت اسما وخصصت عددا معينا وأتيت بثمرة والثمرة غيبية يعني الثمرة دي لابد أن تكون توقفية من الله جل فعلا الثمرة دي عطاء والعطاء من من أنت لتمك العطاء أنت معك الخزائي التي تعطيها فقلت اللطيف بالألف وخمسمائة والألف سيعطيك الله كذا وكذا هل أنت قدمت بين يدي الله ورسوله؟ صلى الله عليه وسلم إذن اتهم النبي أن النبي الذي هو أرحم الأمة بالأمة وما ورد شيئا ينفع الأمة إلا أعلمهم إياه وبيان لهم إياه النبي لم يقل ذلك ولم ياسف عنه ولا هو حديث في حديث حتى حديث ضعيف جدا لم يرد بهذا الكلام الأمر الثاني أنت جهلت الصحابة لأن ما فيش ولا واحد من الصحابة قد قال بذلك ولا عمل به والصحابة زكاهم الله من فوق سبع سماوات من أنت؟ أنت من أنت؟ أنت من أنت؟ هؤلاء القوم الذين اخترهم الله إلا الله فعلاء وزكاهم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها رضي الله عنهم وردوا وردوا عنهم ثم جاء لمن جاء بعدهم يقولون ربنا في الله وإخوان الذين سبقون بالإيمان الذين قال فيهم النبي خلوا للناس يقرني ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم ولا واحد منهم يقول بما تقول من أين أتيت أنت بهذا؟ نعم ربنا يشفي يا رب عزيزي لعم صحيح لعم صحيح نعم هذا صحيح هذا حق الناس الله موافقكم سدد الله رضي الله عنك سبنا وعزاك الله عننا خير أمين رضي الله عنه أستسمح لك أخرج لفاصل قصير ثم أعود مرد بكرة مرد بكرة مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى لاستكمال حوارنا وللرد على أسئلتكم واستفساراتكم بصحبة شيخنا الحبيب الدكتور محمد حسن عبد الغفار سلام الله عليكم ورحمة الله